موسيقى محبتي طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته النهاردة عندنا موضوع ان شاء الله سيكون سهل عليكم لما نفهمه ونركز فيه شوية هو سهل وممتنع وشكله جميل جداً لكن لو فهمناه ان شاء الله اذا ركزنا كده شوية مع بعض هيكون سهل بالنسبة لنا موضوع اسمه الضوء والظل والثمار اه لو نفتكر مع بعض العمل اللي راح احنا خدنا حاجة اسمها الخطوط والخطوط دي قلنا ان هي اساس اي رسمة احنا بنرسمها يعني الخط هو اساس اي رسمة يعني لو جينا عملنا الخط الدائري دوت فالخط الدائري هيمثل لنا ايه هيمثل لنا دايرة طيب لو الخط ده كان مربع هنقول ده مربع لو الخط مسلاً عامل كده يبقى دي ايه شجرة لو الخط بالشكل دوت يبقى هنقول دي ايه دي سمكة صح يبقى من اللي بيحدد الخط تمام لكن يبقى شيء للرسم علشان رسمنا يكون احسن ويكون شكله حقيقي زي او بنقول صدقي زي ما بنقول لازم نعمله حاجة تانية اسمها ايه اسمها الظل طيب الظل دوت بينطبق على ايه ينطبق على الثمار ينطبق على كل شيء في حياتنا خلاص طب ايه فايدوته يا استاذ فايدوته كبيرة جداً جداً زي ما بنقول ان هو بيخلي شكل الاشياء حقيقية بيديها تجسيم تمام بنشوفها بالبعد السورات زي ما بنقول يعني طيب يبقى احنا كده عندنا خط الخط الاول اللي حدد الرسم والشيء التاني الظل اللي هو المفروض يجسم الرسم طيب ننفزه اول حاجة يا احبابي اول شيء لازم نحدد حاجة اسمها اتجاه للضوق احنا عندنا الضوق دوت بينبعث منين في الطبيعة بينبعث من الشمس والقمر صح وفي يعني بشكل مصدر غير طبيعي بنحصل عليه من المصابيح والشموع. طيب يبقى احنا كده هنحدد انه فيه ضوق والياكن مسلا جاي من هنا والياكن الضوق هنا جاي لازم نحدد كده يعني لازم كل واحدة فيكم تحدد مصدر الضوق يبقى الضوق جاي من على اليسار هناو. يجي الضوق من على اليسار يبقى الناحة التانية المقابل لي في اليمين ده كلها المنطقة المظلمة يبقى دي المنطقة هي المظلمة المظلمة. يبقى عكس المنطقة المضيقة. هي المنطقة المظلمة. طيب. ده اسمه طبعا الظل حقيقي. غير الظل اللي بيبقى على الارض. الظل على الارض دوت بيبقى هو اسمه الظل الساقط. على السطح. خلاص? طيب خلينا دلوقتي يا ولد عشان ما نتلغبتش. خلينا في ايه? في الدايرة. احنا عايزين نجسمها. نخليها كأنها كورة. كأنها حقيقية قدامنا. مش شكل دايرة وخلاص. فحددنا خلاص اول حاجة مصدر الضل. الجزء المضيق المظلم هيكون هنا. يبقى انا كده هحدد ارى الضل بتاعي هنا اهو في الجزء ده اهو. تمام? وممكن ادي له لمعة كبيرة شوية. وبعدين الضل هنا بيكون. فانا هعمل ايه? بالقلم الرصاص. الاول بناية مثل ان القلم خفيف كده اهو. شايفين بعمل ايه ازاي? مش بضغط عليه ولا بمشي كده. لأ. بجانب بعض اهو. بجانب. بجانب بعضه. زي ما شغل كده بالراحة كده اهو. وحفظ على ايه المنطقة البيضة بتاعتي. طيب. بدأت شوية شوية اضغط تاني على الجزء عشان اعمقه اكتر. اعمقه يعني احكال لي يعني باين ان هو في ايه? تكسيم اكتر. فهيغمقه زيادة. ملاحظين ايه ملاحظين ان انا هنا بضغط على القلم فبيعطيني درجات غمقه. وكل ما بقرب من ناحية الضل بخفف الايه? درجة اللون او درجة الرصاص اللي انا بشتغل بي. اخففها ازاي? ان انا خف ايدي من على الضغط على سطح الورقة. يبقى كل ما ضغطت بالقلم على سطح الورقة زي كده اهو. هيديني درجة غمقه. طيب كل ما خف ايدي خفيت ايه ده اهو? اديني درجة افتح. كل ما اروح بقى متجهة عند ناحية الضل لازم اخلي ايدي ايه? مرفوعة اكتر. خفيفة جدا. علشان ده ضل يعني لازم اخليه منور. اهو. ومن غير ما اعمل قطع. يعني ايه من غير ما اعمل قطع? يعني ما يكونش عندي الدايرة كده. وابدأ اعمل كده. واجه من الغامق ده على طول اقوم اعمل الفتح كده. واجه من الفتح على طول واسيب الله بعدها. كده اصبح عندي هنا حد. واصبح هنا عندي حد. ده غلط. لازم يبقى في ايه? انسيابية ودمج ما بين الدرجات وبعدها. ما شوفش ما بينهم فواصل. اشوف اغامق. واشوف وسط واشوف افتح وفاتح. لكن متدخلين مع بعض بشكل جميل يريح العين. لكن لو عملت زي كده وفيه خطوط يبقى ده غلط. والعين مش هتقبله طبعا. ومش هتحس ان الشكل مصبوط ولا هيعجبها. اللي خلى العين تحس ان الموضوع دوت غير الدايرة العادية. هو الظل والنور ده. هو اللي خلى تحس ان هي شكلها قروي. قروي يعني يا اولاد. يعني زي الكرة مسلا زي الكرة الارضية. زي الفوتبول وهكزا. طيب حدا يسألني فيكو سؤال جميل جدا ويقول طيب يا استوز هالي ينفع ان احنا لون ونعمل الظل والنور بالتلوين ولا بالرصاص بس. هقولك سؤال جميل جدا. طبعا نقدر نعمل كل حاجة بالوانها الطبيعية ونجسمها من خلال الالوان بالظل والنور. فعادي جدا ما فيش اي مشكلة خالص. فبالتالي هنا لو جينا مثلا حبينا ان احنا نعمل الايه? نعمل رسمة الطفاحة دي ونبدأ نجسمها بالظل والنور. سهل ولا صعب? هنقول طبعا سهل. كذلك نعمله الظل والنور بالالوان. اه سهل ان شاء الله. اول شي احنا قلنا بنحدر اتجاه للضوء سواء من اليمين او الشمال. فانا لو حددت الاتجاه هنا من الشمال. يبقى دا الضوء. وده اول حاجة في القعدة بتاعتنا. وبعد كده هجيب الالوان ويعرفنا ان هنا المنطقة اسمها المنطقة المظلمة. نفس الكلام اوه. وعلى اساسه هحط هنا اللون الغامق. اللون الغامق. يعني مثلا التفاحة فيها الوان ايه اولاد? حد يعرف? فيها ايه بنات? اه ممتازين. يبقى فيه اللون الاحمر. فيه اللون البرتقالي مثلا. فيه اللون الاصفر. ده كله بقى في التفاحة. طيب. يبقى انا كده هاخد اللون الغامق عند المنطقة الغامقة. واللون الوسط في الوسط واللون الفاتح عند الايه? الاضاقة. جبت الالوان اللي احنا هنستغل بيها. ونجسم بيها بالظل والنور التفاحة. وعرفنا ان نضدق هنا. فهبدأ احط الايه? الجزء الاصفر معايا هنا. ونبدأ بعد كده نحط اللون الغامق وندمجهم مع بعض. اتفقنا ان الدرجات ما ينفعش نخليها منفصلة. يعني ما ينفعش اعمل كده وقف. لا. لازم ايه? لازم ادمجهم مع بعض. بحيس كأنهم داخلين في مع بعض كده من غير ملعين تحس في فارق. نون الاحمر في اماكن اللي هي الغامقة. بس اعرفوا القعدة ان نحية الضل تكون الالوان الغامقة ونحية الفاتح او نحية الضوء بتكون الالوان الفاتحة. مش مانع ان اللون الغامق يجي هنا شوية ندمج معه اللون الفاتح عادي. لان ده موجود لو لاحظناه في التفاحة تحصل الالوان او درجات غامقة في وسط الدرجات الايه? الفاتحة. فعادي. جزء اللي هنا ده هو المفروض بيكون مزلم اكتر لانه متداري عن متداري عن الضوء. عميق. فالعميق بيكون ايه? غامق اكتر. دائما احنا بنلون تخلق ديكم في اتجاه واحد. يعني كده مش كده وكده 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 لا كلها في اتجاه واحدة. ايه بقى رأيوكم دلوقت? شفتوا الظل والنور? حسسني ان التفاحة شكلها حقيق ازاي? بالزبط كأنها قدامي. يعني ممكن كأنني عايز امسكها كده بايتي. صح? لكن لو من دون الظل والنور هحس انها رسمة عادية خالص. ده كان موضوعنا النهاردة يا ابناء وبنات الاعزاء. طلبة وطلبات الصف الرابع اللي ابتدائي. اه اتمنى ان شاء الله ان الموضوع يكون كان شيق بالنسبة لكم. وكان مفيد وممتع. وان شاء الله تعملوا احسن من كده. وبتنسوش تشيرهم الفيديو عشان الكل يستفيد تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. والى لقاء تعليمي جديد بكم في فيديو تعليمي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.